السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم وعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات فكر فيزيائيا وثمنا بطرح سؤال على منتدى قناة الفيزيائية التعليمية هذا السؤال مفاده أنه أنا عندي خزان من الماء وهذا الخزان من الماء مملوء بالكامل ويوجد لدي فتحتين الفتحة الأولى في الأسفل ويخرج الماء من الفتحة B ولدي فتحة في الأعلى ويخرج الماء من الفتحة T المتصلة بأنبوبة ممتدة إلى الأسفل ويخرج منها الماء وكان السؤال طبعا هو مطروح أنه هل سرعة تدفق الماء من الفتحة B أكبر أو أصغر أو يساوي سرة الماء من الأنبوبة المتصلة بالفتحة T طبعا هذه الأسئلة والمسائل تنترح كثير في المسابقات العلمية وفي المتقدمين للوظائف حتى يرتبروا قدرة الطالب المتقدم للوظيفة هل هو يستطيع أنه يسخر المعلومات اللي درسها في الجامعة ومعلومات الفيزيائية في المواضيع المحيرة مثل هذا السؤال بعض الأجوبة يجتني على المنتدى أنه سرعة الماء عند B أكبر بسبب ارتفاع عمود الماء وهذا بسبب ارتفاع في الضغط فهو يكون تدفق الماء عند النقطة B أكبر وفيه طبعا إجابات صحيحة أن الفتحة الماء يخرج بنفس السرعة من الفتحة T والفتحة B وفيه إجابات طرحت أن الفتحة T بيكون سرعة الماء فيها أعلى طبعا هذا النوع من المسائل فعلا هو محير ولكن خلينا نشوف كيف ممكن إحنا نوصل للنتيجة طبعا في البداية أول شيء بدنا نشوف الموضوع العلمي اللي بيعتمد عليه هنا إحنا نتكلم على تدفق الماء والسبب الرئيسي لتدفق الماء من نقطة إلى نقطة أخرى هو وجود اختلاف في الضغط فخلينا هذا الكلام بربطنا بمواضيع اللي هو موضوع قانون برنولي لذلك فرصة كويسة أنه نراجع مع بعض ونشوف مبدأ برنولي على أيش بنص طبعا لو جينا لموضوع معادلة برنولي لو أنا عندي ماء يتدفق في أنبوب بهذا الأنبوب يمتلق خواص مختلفة يعني مثلا هنا نصف قطره أو مساحة مقطعه أصغر من مساحة مقطع الأنبوب هذا وعندي هنا الضغط هذا بي ون وهذا الضغط بي تو والفرف في الضغط هو المسؤول عن تدفق الماء أو المائع في هذا الاتجاه فبرنولي إيش اللي عمل أوجد علاقة تربط ما بين الخصائص المائع عند النقطة هذه مع خصائص المائع عند النقطة هذه وذكر في قانونه أنه كل من الضغط وهذا هو عبارة عن الضغط وكثافة طاقة حركة المائع هذا المقدار له كثافة طاقة حركة المائع وكثافة طاقة وضع المائع متساوية في جميع عنحاء السائل إذن عند أي سائل متدفق في أي أنبوبة سواء كانت أنبوبة مية سواء كانت في عندي بأتكلم على تدفق الدم في داخل الشريين والأوعيات الدموية واختلاف أنصاف الأخطار فالعلاقة الوطيضة اللي بتربط بينهم إنه كل من الضغط وكثافة الطاقة الميكانيكية كونسنت هذا الكلام بيؤدي إلى أنه أنا ممكن يش أعمل؟ أني أربط النقطة هذه أسميها النقطة واحد وهذه النقطة أسميها النقطة اثنين وحنشوف كيف حنربط هذا الكلام بمثال الخزان اللي فيه فتحتين فلما بدي أجأ قارن ما بين النقطة هذه كيف بد أقول؟ إنه كل من الضغط عند النقطة هذه كثافة الحركة كثافة طاقة الوضع تساوي الضغط عند النقطة اثنين طاقة الوضع زائد طاقة الحركة فبالتالي يصبح لدي صياغة القانون كالتالي إنه V1 زائد نص رو V1 تربيع زائد رو GH1 تربيع اللي هو ارتفاع الماء عن سطح الأرض اللي هو هذا بسبب ايش؟ اختلاف في طاقة الوضع ويساوي نفس الكلام فبالتالي ممكن هنا الضغط يقل في المقابل السرعة بتزيد في المقابل طاقة الحركة أو طاقة الوضع هي اللي بتزيد لكن في النهاية حاصل جمع الثلاثة متساوي طيب خلينا نطبق هذا الكلام على الخزان تبعا فهذه هي معادلة برنولي هنقلت لو أنا اجيت اعتبرت هذه هي النقطة واحد واعتبرت هذه هي النقطة اثنين تبعتي طيب دسأل حالي سؤال هل يوجد اختلاف في الضغط ما بين V1 و V2 الآن فيما في ناس حدقول إنه الضغط عندها نقطة V1 هو ارتفاع عمود مذابوط؟ الماء مظبوط ، ولا لا؟ وبالتالي هذا ارتفاع عمود زائد الضغط الجوي يزال نقطة Y الضغط عندها هو عبارة عن الضغط الجوي زائد الارتفاع عمود رايز السعونة طيب لو80 الآن مش متصل بهذا الشكل اذا انا بتوقع انه الضغط عند النقطة ان الضغط ب واحد يساوي الضغط ريش بي اتنين طيب هدا اول استنتاج الاستنتاج التاني لو افترضت انه انا هي سطح الارض هي سطح الارض طيب النقطة ب ارتفاعها على سطح الارض تساوي نقطة اتنين عن سطح الارض ولا لا اذا اعتبرت هادة H1 وهذا H2 التنتين على نفس الارتفاع وهي وحطط لي هذا الخط المنقط هحط لي هذا الخط المنقط إذن هنا أنا بستفيد منه أنه H1 تساوي H2 وهذا اللي بتأثر في المقدار هذا هذا بتأثر في المقدار هذا ليش؟ لأنه أنت بتتكلم على اللي هو طاقة الوضع فالماء لما بيخرج من الفتحة هذه على ارتفاع من الأرض برضو بيعتمد على قديش ارتفاعه وبالتالي من موضوع الارتفاع هذا بيأثر أما بالنسبة للمسافة دي هادي هادي بتأثر حقيقة في موضوع الضغط عند النقطة لأنه كل ما زاد ارتفاع عمود السائل فوق النقطة بيه اللي هي الفتحة هاي كل ما زاد الضغط عندها وكل ما زاد تضافق الماء لدرجة أنه أنت بتعرق من الحياة العادية لو سطح الماء هذا انخفض فالمائع حيصير ايش اخف واخف واخف الضغط فبالتالي كل مقلة دي كل مقلة ايش الضغط إذا دي هادي ما بتأثرش في موضوع اللي هو طاقة الوضع في معادلة برنولي هي فقط بتأثر على قيمية الضغط طيب إذا انت بتستنتج من هذا الكلام إنه بي واحد تساوي بي اتنين وإنه هدولا بروف مع بعض وهدولا لأنهم متساويتين لأنه كثفة المائع وعجل الجاذب الأرضية وإتش ما تغيرتش وبالتالي إذا تستطيع إنك تستنتج إنه نص رو مع نص رو راح مع بعض إذا صارت بي واحد تربيع تساوي بي اتنين تربيع وبالتالي بتستنتج من ذلك إنه بي واحد تساوي بي اتنين إذا ما بتيجي بترجع للسؤال تبعنا إيش بنقول هنا إنه هل تتوقع أن تكون سرعة الماء المتضفق من الأنبوبة العلوية أكبر أو أقل أو تساوي إذا نحنا بنختار إيش بنختار تساوي بناء على معلوماتنا اللي هي أنه الضغط عند النقطة بي يساوي الضغط عند النقطة اللي بيخرج منها الماء من الأنبوبة وأنه كل النقطتين أو كل المائعين يمتلكوا نفس كثافة ضغط الوضع إذن لابد أن تكون ضافة الحركة أو السرعة هنا تساوي السرعة هنا طبعا هذا الإجابة الصحيحة والمبررة فيزيائيا وعلاقتها مع قانون برنولي وكيف سخرنا قانون برنولي حتى نوجد اللي هو الإجابة الصحية بدي أترك لكم سؤال برضو هذا السؤال نفكر فيه وبرضو السؤال برضو محير لدي خزان هذا الخزان مفتوح من الأعلى مش بسكر هذا مفتوح ولدينا مصورتين مية انتجهتين إلى الأعلى لكن إيش الفرق ما بيننا A و B إنه إيه فتحتها صغيرة و B فتحتها كبيرة فهل تتوقع إنه الماء يتدفخ زي ما بتعمل النفورة هل الماء يتدفخ إلى أو يصل إلى مستويات أعلى في الأنبوبة B أو إلى مستوى أعلى في الأنبوبة A أم إنهما لهم نفس النتائج بتمنى تحطوا مشاركاتكم في التعليقات على إجابة على هذا السؤال ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة منفكر فيزيئيا وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته